حالة مطرية ربيعية تؤثر على المملكة تترافق بالأمطار الرعدية وزخات البرد والرياح الهابطة المثيرة للغبار مع يوم الأربعاء إن شاء الله يتوقع أن تشتد الأمطار الرعدية في ساعات ما بعد الظهر على نجران ومرتفعات شرق جازان وعسير وتمتد لأجزاء من منطقتين الرياض والشرقية وتكون الأمطار غزيرة أحيانا مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بينما تكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة في منطقة الرياض وتصحب بحدوث الرياح الهابطة المثيرة للعواصف الغبارية مؤقتا أما يوم الخميس تتسعى رقعة الأمطار الرعدية لتشمل أجزاء مختلفة من جنوب غرب المملكة بما فيها مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة بالإضافة إلى أجزاء الشرقية وجنوب شرق المدينة المنورة وتترافق به طول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط لحبات من البرد أحيانا مما يؤدي إلى جرايان الأودية والشعاب وتمتد أمطار متوسطة في أغلبها لأجزاء متفرقة من الوسطى والشرقية لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانا وتصحب بنشاط في الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار وأخيرا مع يوم الجمعة إن شاء الله تستمر فرص هذه الأمطار الرعدية على بعض المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزائها الشرقية وتمتد مجددا لأجزاء متفرقة من المناطق الوسطى والشرقية وتشير المؤشرات الأولية في مركز تقص العرب إلى أن التوقعات بأن تستمر الاضطرابات الجوية بشكل شبه يومي على مناطق عدة من المملكة السعودية خلال ما تبقى من شهر مايو تشتد وتتسع أحيانا وتتراجع في أحيان أخرى نتمنى السلام للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقص العرب دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر